وفيما يتعلق بالأحمال الكهربائية في الأردن أعلن الرئيس التنفيذي رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري أن الحملة الأقصى للنظام الكهربائي بلغ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 3280 ميجاوات وهو رقم جديد غير مسبوق في تاريخ النظام الكهربائي في المملكة وقال لحياري أن البيانات المتعلقة بقطاع الكهرباء منذ صباح يوم أمس وحتى صباح اليوم تفيد بأن الأعطال المسجلة لدى شركة الكهرباء الأردنية بلغت 1457 عطلا تمت معالجة 1308 أعطال منهم وعن هذه الأعطال تحدث لحياري عن خروج ثلاثة محولات في ماركة من الخدمة بشكل كامل بسبب حريق شب يوم أمس جراء ذوبان بعض الكوابل نظرا لارتفاع الأحمال الكهربائية ودرجات الحرارة في محطة تحويل ماركة وأشار إلى أن العمل ما زال جاريا على استبدال الكوابل التالفة لأحد المحولات وإصلاح الحمايات اللازمة لإعادة المحولين الآخرين وتتابع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مدار الساعة ميدانيا أوضاع النظام الكهربائي في المملكة وتواصل شركات الكهرباء عملها لمعالجة الأعطال ومتابعة شكاوى المواطنين وقد وجهت الهيئة عددا من النصائح التوعوية حول طرق الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية في مثل هذه الظروف لتجنب ارتفاع الأحمال خاصة في فترات الظروة مؤكدة أهمية ضبط منظم حرارة المكيف على 24 درجة وكان مواطنون اشتكوا من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في عمان لأكثر من 12 ساعة منذ مساء أمس حيث تكرر الانقطاع في عدة أماكن منها الحزام الدائري والهاشمي وتبربور وماركة الشمالية والجنوبية قبل الموجة ثث مرات قطعت وبعد الموجة هاي يمكن ثاني مرة هو صارت مبارح بالليل مساء صارت تقريباً لا صارت حتى خمس ونوص تقريباً خمس ونوص ظلط للعشر هدعاش أنا عندي مطعم حمص وفلافل وسناكات أنا صلي تقريباً من نص صبح بالشغال لأنه مش عارف ونروح في الإبضاء بالصراحة يعني الكهربائي بتضغط عنا أكثر من مرتين ثلاث وإحنا من ناجد شركة الكهربائي تشوفونا حال يعني شو نسوي هذه المشكلة مشكلة قوية وكتير وبسبب خسائر خسائر مادية إلنا خسائر معنوية مع الناس غير حرارتنا غير إنه إحنا متحملين إحنا عنا هون بنعاني قاعدين من شهر رمضان أو قبل شهر رمضان بنزلونا أعلانات في الجريدة بنزلونا في التلفزيون إنه إحنا عاملين احتياطات وعملين خط الطوارئ وعملين كذا عبارة عن بعطونا إبر تخدير إبر تخدير بما معنى إنه إطمئنه الآن لما تنقطع الكهربائي بيجي عليك بيجي بيشبك لك سلك بيطلع بهالدرج قدان ما بيشبك سلك بروح بيقول إنقطعت طب إحنا عنا أطفال عنا صغار شو بدنا نسوي إحنا هذه مأساة جدا 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 لواحد عنده مجمدات وسبو ماركت مش عارف مين يدفع الثمن هذه إحنا نطالب بحق العاضي بيجي بده فطورة القاربة بنعطي إياهم إياه بوزيادة بس سفر حكي ما بصير والله إحنا تضررنا كثير فوق ما تتصور تقريبا الكهرباء قاطع صلى 15 ساعة من مبارح الساعة سبعة إجت قبل شوي ساعة وفصلت وعنا بلاع خير الله خربت يعني لدرجة إنه حتى صرنا نبيع البوزة بنص السعر بس عشان تروح عشان ما نرميها الله معاناة كبيرة هاي يعني مبارح إحنا من الساعة ثمانية المغرب قطعت عنا الكهرباء اليوم إجت ساعة زمن عند الظهريات وردت قطعت أولاد صغار قاعدين بعيطوا بدهم مي وبدهم إشي بارد اللي يشربوه عشان الواحد فيهم يصحى حاول